ما يجري الآن بين إخوان إسطنبول وبين إخوان لندن وصل إلى انقسام وتجارزم في الفضائيات المؤيدة لكل فصيل والمواقع الإلكترونية والإخبارية المؤيدة لكل فصيل فكر الناس إيه اللي حصل؟ لحصل إنه فيه دعا إبراهيم مونير نائب المرشد الموجود في لندن إلى إجراء انتخابات مجلس شورة الجماعة مجلس شورة الجماعة عملت انتخابات وجماعة تركيا خسروا الانتخابات فقاموا لم يعترفوا بها وقالوا إحنا مش معترفين بالانتخابات وعملوا مشكلة كبيرة جدا إبراهيم مونير فصل ستة منهم وحولهم للتحقيق اجتمع الستة وحواريهم وعزلوا إبراهيم مونير وأصبح لدى الإخوان شرعيتين من وجهة نظرهم وقيادتين من وجهة نظرهم وحكمتين من وجهة نظرهم واحدة في تركيا وواحدة في لندن وكلهما يقسموا بأغلط الأيمان وبرأس جدهم الكبير حسن البنة بأنه هو الوريث الشرعي للمرشد الأول وبأنه على الطريق يسير يبقى فيه كتلتين كتلة في تركيا وكتلة في بريطانيا كتلة في اسطنبول وكتلة في لندن كلاهما بيتحالف مع الشيطان ضد الآخر خلي أخش في الموضوع من غير كلام كتير بسرعة أخدوا قرار إبراهيم مونير خد قرار بفصل محمود حسين ومتحة الحداد صابر أبو الفتوح مدوح مبروك عبد الرحمن فتحي محمد عبد الوهاب همام علي يوسف رجب البنة فصلهم وفصل معهم محمود حسين وقال إن الناس دي ده براهيم مونير اللي هو نائب المرشد قال على الأمين العام للجماعة قال ده رجل فاسد وراجل حرامي وراجل أفاق وراجل كذاب وراجل مدلس وراجل مزور مين اللي بيقول نائب المرشد بيقول على مين على أمين العام للجماعة وعفض تحسابهم تحسابهم جميعا وقلوبهم شكل قد بدت البغضاء من أفواهيهم قولا وحدا ده فعلا يعني ربنا يعني بيورينا فيهم آية وقعوا فضحوا بعض اللي احنا بنقوله كله مفيش كلمة قلناها وهم ما قالهاش على بعض ده مين ده إبراهيم مونير وخد قرار بعزل طلعت فهمي كمتحدث رسمي باسم الإخوان وعين مكانه أسامة سليمان وصهيب عبد المقصود اتنين متحدثين رسميين أهو ده المتحدث الإعلامي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم عطفا على التطورات الأخيرة تؤكد جماعة الإخوان المسلمون أن فضيلة الأستاذ إبراهيم مونير نائب فضيلة المرشد والقائم بعمله وهو المعبر الرسمي عن جماعة الإخوان المسلمون أمام الرأي العام ووسائل الإعلام ومعه المتحدث الرسمي والمتحدث الإعلامي خلاص ده أقل المتحدث الإعلام ده أول بيان يقوله الجزيرة مكملين والشرق والغرب وحوار وبوار كل دول انقسم الجزيرة خلت اتجاه إبراهيم مونير يعني تدعم إبراهيم مونير لأسباب أقولها لكم طلقت الجزيرة عملت هات يا براهيم آه القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان المسلمين إبراهيم مونير يعلن تعيين صهيب عبد المقصود متحدث إعلامي باسم الجماعة وإسامة سليمان متحدث الرسم ده الجزيرة زاعت الخبر طيب بيقولوا بقى الإخوان بيسألوا هو احنا كيف تسللت أخبارنا بهذه التفاصيل إزاي الناس أعداء الجماعة عارفين اللي بيحصل دوها الجماعة انتوا مفضوحين أنا بقولك انتوا مفضوحين فضوحتكم على كل لساء وعلى كل مكان وعلى الهواء مباشرة وعندهم عاملين جروب على تيليجرامس مسترداب جماعة تركية شغالين اشتمع في بعض وفضائح في بعض والناس كلها شايفاهم عاملين يعني فكروني بالمرحوم محمود عبدالعزيز في فيلم الكتكات بفكر محدش شايفه والدنيا كلها شايفاه والميكروفون شغال وحاجة عظيمة جدا جدا الإخوان قاعدين في تركيا وفاتحين استرداب اللي هو الجروب بتاع استرداب على تيليجرام وكل الناس شايفاهم وهموا مفكرين عاملين عمل سري يعني خيبين في دي وخيبين في دي وخيبين في دي وجماعة بريطانيا جماعة لندن شغالين عليهم يبقى عندنا جابهة اسطنبول وجابهة لندن جابهة مونير وجابهة حسن واللي اتنين عملين يكفروا في بعض طيب دلوقتي عند حضراتكم عندي الاخ عصامة الليمة فاكرين عصامة الليمة ده كان يعني كذا مرة اتكلمنا عنه ده كان مستشار قرضاوي واضطرد من قطر وراها قاعدة تركيا وقاعدة تركيا كل شوية هو كان يعني جبنا له فيديوهات كتير جدا بيشتم في محمود حسين وفي الاخوان وقال عليهم حرامية وقال عليهم عندهم زواب الكتروني وقال وقال كلام كتير جدا زي اللي احنا نقوله بالظبط وكل ما احنا نجي نتكلم يقول لك انا مش بكمل بقى نكاية في فلان الفلاني وفلان اللاني وكذا 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 يعني انا بيسأله بقوله وقال انت بتبحث عن الحق وقال انت بتبحث عن تجميل الصورة بصرف النظر يعني اتكلم عصامة ليه ما وقال الوضع داخل جماعة الاخوان خلاصته يعني قال انه هناك فئة اه هو قال هناك فئة من الاخوان يرقصها محمود حسين وفئة محدودة جدا حاوله اختطفوا الجماعة ومؤسساتها ولا تقبل ان تعمل الجماعة بشكل مؤسسي للشورى لا تقبل باي انتخابات ولا تقبل باي عمل تخصصي ولا شورى ولا علم منهجي فقط من يتفق مع محمود حسين وافكاره يكون جندي خاضع له ولمجموعته مين اللي بيقول اه صمت ليه ما بيقول على محمود حسين انه راجل يعني اه افاق وراجل ما بيسمعش حد وراجل ما بيفهمش وإيه هم الاخوان على بعض بيقول كمان انه تحولت الجماعة من حالة التكلس الشديد اللي اصابتها خلال الفترة اللي فاتت الى اكثر نشعة يعني صمت ليه بيقول اللي حصل ده كويس ده حاجة كويسة جدا بيقول المجموعة اللي هي مجموعة محمود حسين عقب كأود في سبيل تطور الجماعة رافضوا مقترحات ومبادرات استاذه القرداوي ورفضوا مقترحات خالد مشعل معرفش اعلقة خالد مشعل بالموضوع ورفضوا الكثير من المبادرات لما يسمى به بالصدع داخل الجماعة بيقول لكن الايام اللي جاية دي هتفصل كتير جدا بيقول انه محمود حسين ومجموعته دول لن يحسم لهم معركة بل يحسم لأي طرف من الطرفين كما ذكرت اخوان اسطنبول بكل مكوناتها ومؤسستها شئنا ما بينه الان اسطنبول رأس حربة في كل اداء الاخوان فمنذ خروج القيادات من قطر وايتيان الجميع لتركيا واغلاق دول كالسودان امام الاخوان وباقية الدول الاخرى التي بدأت في التضييق على الجماعة اصبحت تركيا هي مركز اتقل لكل القيادات والافراد والمؤسست الاخوانية ده مين اللي بيقول الزبون ده اللي بيقول عموما اول واحد كفر بمحمود حسين وجماعته هو عصامة الايمة واقف واقف مع مين واقف مع ابراهيم مونير لحساب يوسف القرداوي ادي الاول يبقى ده اول واحد مع مين مع ابراهيم مونير طب من اللي واقف مع محمود حسين محمود حسين ده والجماعة طب ما اللي واقف مع هقولوا يا pathetic اخوان بقى ايه عم ابراهيم مونير ده نائب المرشد وعصامة lima ده راجل تمام مع القرداوي هم دول الجماعة ومحمود حسين دول مارقين ابيقين دول اتباع الشاطين تعالوا بقى شوفوا البنت الشيماء محمد مرسي بنت محمد مرسي بتقول ايه بتقول لا انا ضد ابراهيم منير انا مع محمود حسين وامرهم شورى بينهم لا سمع ولا طاعة لمن يتجاوز الشورى او يتجاهلها او يقامر بها بتقول لا سمع ولا طاعة لمن يتجاوز الشورى يعني لا سمع ولا طاعة لابراهيم منير وكوني هي بتقول ولي دم دم ايه يا بنت دم ايه بتقول ان هي ولي دم لها طار يعم بتقول انا ولي دم ليه طار لا طاعة عندي لمن يطالبنا بالاستسلام او يفرضه كلمة على ابراهيم منير نحن مؤسسة لوجود عندنا لحكم الفرض الله هو اكبر وبناء عليه انا كعدو عامل في جماعة الاخوان المسلمين واي قرار الشورى العام بكل ما جاء فيه جملتنا تفصينا يبقى بنت محمد مرسي الشيماء مع مين مع محمود حسين وعصامة اللي ما مع مين مع ابراهيم منير تعال نشوف الباقي عاصمة عبد الماجد منذ اكتر من سبعين عام فهل دا قادتها الجدد القدامة القدرة على ذلك اتمنى كثيرا واشك كثيرا يبقى عاصم عبد الماجد يكفر النهاردة بالاخوان وبحسن البنة بتاعهم بيقول دا جماعة متكلسة وهم اسرى لأفكار قديمة من سبعين سنة مال يا عاصم انت كنت واقف معهم ليه كنت واقف على منصة ربعة بتسرخ ليه هربت معهم على اسطنبول ليه بتكلم بلسانهم ليه والنهاردة يا كل المنتمين للاخوان هذا هو اسد السنة المدو عاصم عبد الماجد الافاق المنافق بيقول انه حسن البنة ضيق الافق ليس لديه القدرة على الابداع تجاوزته الاخوان وادبياتهم منذ سبعين سنة ادي ادي عاصم عبد الماجد بيقول كمان احمد عبد العزيز دا بقى واقف فقى مش عارف يروح يمين ولا شمال لما هم فريقين اهو الاخ احمد عزده كان مستشار مرسي كان بيقعد معه في الاسطن على طول عارفينه الفريقان الموتر صارعان اليوم على قيادة الاخوان المسلمين في فريقين بيتصاروا على القيادة كان فريقا واحدا قبل ثمان سنوات وكلاهما شريك فيما قالت اليه الامور سواء امر الجماعة او امر الثورة المصريات الموقودة فلا يحق لأي منهما المهاردة توجيه الاتهامات للاخر كلاهما مطلوب للمساءلة امام قواعد الاخوان واخوان الاخوان احمد عبد العزيز يعمل طريق ثالث يقول انه لا دا براهيم مونير فاشل وفاسد ومحمود حسين فاشل وفاسد والمفروض هما الاتنين يتساءلوا ويتحكموا امام قواعد الاخوان دا مين احمد عبد العزيز تعالوا بقى شوفوا ممدوح اسماعيل عمل تغريدة كده بيقول فيها اهو بعد احالة محمود حسين وخمسة للتحقيق يحاول الانقلاب الانقلاب اللي هو مين محمود حسين ويقدم طلعت فهمي ببيان اعلامي فيه تزوير فاضح للحقائق وكلامه يسيء لشخصه والدعوة الاسلامية قبل جماعة الاخوان بيقول هو بقى ممدوح اسماعيل فاكرينه اللي ازم في البرلمان لقد اسقط محمود حسين واتباعه اعلاء مصلحة الدعوة ووحدة الصفة امامها مصلحهم الشخصية ضاع التجرد اللهم اني اعود بك من شماتة الاعداء وقام بقى ممدوح اسماعيل المحامي الهارب كتب مقالا ارى انه يحمل جديدا بيقول بقى بيقول بيعترف بقى بصوا الاعتراف بقى الكلام اللي قاله النهاردة والله انا عدت كم سنة بكلم هو خلص الراجل ده قال ان السمع والطاعة في جماعة الاخوان خلتهم عبارة عن مكان لا يفكر اللي احنا قلنا عليهم خرفان يلا بنسوقهم كلمة خرفان جاي من كده جاي ان محدش بيفكر بيتساقوا ايه دي القصة يعني اصل كلمة خرفان مش كلمة يعني وقول لك ابو ليه لا 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 ده الفكرة ان هم ما بيفكروش فهقول ارضى ممدوء اهو بالنص عشان بس ايه محدش يقول هنا بختزل او او بعمل اهو بيقول اول حاجة اهو اهو بيقول فرضت جماعة الاخوان على اعضائها السمع والطاعة المطلقة للجماعة فانتجت قوالب شبهة عسكرية من الاتباع طاعة الجماعة عندهم هدف فوق الحق هدف الجماعة فوق الحق ذاته ده مين اللي بيقول ده منذوع اسماعيل اهو وهي نقطة مفروضة للرسول صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الرشيدين وعلى تفصيل لكن الاخوان وكل الجماعة تستغلوها خطأ بيقول اتنين افتقاد تفعيل الشورى الحقيقية داخل الجماعة مما انتج حالة من سيطرة القرار المستبد معتبدا على الثقة والسماع والطاعة فانتج عقولا لا تفكر اللي احنا بنقوله اللي هم خرفان تلاتة بيقول ممدوح اسماعيل وضع مصلحة الجماعة والتنظيم فوق كل اعتبار وقيمة مما انتج حالة من التقديس للجماعة فالغى الكثيرون علو الحق والتفكير بعقولهم ومعرفة ما يحلس من حولهم من اجل مصلحة التنظيم وهمشوا في تفكيرهم وعملهم غيرهم من الكفاءات والمفكرين حتى من الاسلاميين بيقول ان الناس دي بيقدسوا بيعبدوا الجماعة على حساب الحق والحقيقة والدين ذاته بيقول تره الجسر الجماعة بعد انتشاره الكبير في التمانينات وما بعدها مما سمح للكثيرين من اصحاب المصالح الشخصية بالانضمام اليه بيقول الاخطاء التي حدثت من جماعة الاخوان في فترة حكم مرسي رحمه الله انتجت حالة تخبط شديد داخل الجماعة بيقول بعد كده حالة السقوط المتولد للأحزاب الدينية في العراق وتونس والمغرب اوجد حالة من عدم التقى وعدم الاتزان بيقول تاني انه في نقطة ايجابية من وجهة نظره ظهر داخل الاخوان المتقولبين المتقولبين ما فكروش حالة جديدة من خروج من القولبة وتفهم ما يحدث والتحرم من القدر الاخوانية العتيقة وفهم ما حدث داخل الجماعة من استبداد وغياب للشورى مما سبب اخطاء كثيرة منها انقلامهم على بعض بيقول الراجل عشان الجماعة دي تكمل محتاجة القاتي محتاجة تجرد واخلاص لان ما عندهمش لتجرد واخلاص مشانا لابقول والله ده ممدوع اسماعيل هاتصرت يا ابني تحتاج قيادة زكية اي شجاعة مراجعة فكرية وعقدية وتنظيمية هنا توقفت وانتبهت الكلام ممدوع اسماعيل بيقول ده مطلوب مراجعة فقهية ورح ذكر هنا نهاية الدولة الاموية وقالت ان الدولة الاموية حكمت تلاتة وتسعين سنة ثم كتب عليها نموس الكون وتفكت وراحت وبيقول ان الاخوان بقالهم واحد وتسعين سنة هل تنفك وتنتهي وتتلاشى وتضيع جماعة الاخوان كما ضاعت الدولة الاموية مع الفرق طبعا في التشبيه لكنه بيقول هي تلاتة وتسعين سنة ودي واحد وتسعين سنة خلاص بيسأل بها بيقول فهل ستكون تلك الانقسامات مع المحن والتساقط هي نهاية جماعة الاخوان المسلمين ده من اللي بيسأل ممدوح اسماعيل بقول لست من الاخوان ولست منتاميا لهم خلاص كفر بيهم اذا هو ممدوح اسماعيل النهاردة بيطلق مبادرة لتغيير المواقف ومبادرة للمراجعة الفقهية والفكرية وبيعترف بشكل دقيق ما كنا نقوله بيقوله النهاردة مدوح اسماعيل كنا نقول انهم لا يفكرون فقال ما قلنا قلنا انهم سمعوا طاعة لديهم اخرجهم ربما من قواعد الدين والاخلاق قال ما قلنا يقول بانهم لا يفكرون قال ما قلنا انهم جماعتهم فوق الدولة وفوق الدين قال ما قلنا هذه الجماعة امتهت ودفنت وحررت شارتها قال ايضا ما قلنا تعالوا شوفوا بقى جمال حشمت بيقول جمال حشمت مع مين مع إبراهيم مونير بيقول من أراد الإصلاح عليه أن يصبر ومن أراد بقاء اللحمة والوحدة عليه أن يتنازل لكن أبدا لا يثير الفتنة ويسعى للإنشقاق ويعز المسؤول بغير حق استقيموا يرحمكم الله ده مين بقول انقلاب داخل الإخوان ده جمال حشمت وجايب الصورة دي قدام حضراتكم إن الإخلاص أساس النجاح وإن الله بيده الأمر كله وإن كان فيكم مريض القلب وفي الأقل إمام حسن البنة أنا بسأل جمال حشمت يا جمال يا دكتور جمال يا رجل ألا تخجل من رسول الله ألا تخجل من محمد بن عبد الله جايب البنة وجايب أقواله وكأنه نبي جديد وكأنه رسول جديد يعني أنت خلاص أخركم في النبوة حسن البنة المتنبي اليهودي الساعاتي أنا مش قادر أفهم هؤلاء كيف يفكرون لكن في كل الأحوال انفكت وانفرط عقد الجماعة وتحولت إلى هذه الحيات والعقارب الموجودة في تركيا والحيات والعقارب الموجودة في لندن وهم بيتقاتل اتنين وهم الاتنين أعتقد يعني بيخلصوا على بعض لتطهير وتنقية الدين والله العظيم لمصلحة الدين قبل أن تكونوا لمصلحة الوطن اختفاء هؤلاء من المشهد تماما وفضحتهم أمام القواعد من الإخوان وأنا بقول نفسي أشوف هؤلاء اللي موجودين بيتكلموا على الإخوان في مصر وفي الدول العربية أو متعاطفين معاهم بقولك الناس دي ونقهم شفتوا على حقيقتهم بيتخنوا مع بعض على الفلوس بيتخنوا على العقارات بيتخنوا على التبرعات بيتخنوا على المناصب لم يذكر أحدهم في أي كلمة من الكلام دعوة أو الدعوة أو دين أو الدين أو شريعة أو سيرة لم يكن للدين نصيب فيما يقولون وإنما معركتهم هي معركة دنيوية بحتة أفلا تعقلون اللهم بلغ اللهم فشهد لكن أيضا نواب الإخوان في الخارج مجموعة النواب عملوا بيان أو البيان طبعا نؤكد نحن نواب الشعب المنتخبون في آخر انتقابات حرة نزيها في مصر الناس دي مغايبة يا جماعة الناس دي مغايبة يا جماعة مصر عندها عندها برلمانين البرلمان اللي موجود ده البرلمان التاني بعد الدستور التاني الناس دي عاديين بروا أنا اللي أنا الحر أنا العظيم أنا اللي ما حصلتش بيقولوا نؤكد على الآية انحيازنا الكامل لإرادة للصف في جميع الأقطار بانتخابات وموسليهم لإدارة شيئون الجماعة ندعم حركة الإصلاح والتغيير اللي بيقودها إبراهيم مونير نرفض كل طرق الانقلاب على مؤسسات الجماعة تمسكنا بقى نتصف الإخواني وكذا وكذا وبعض مضيين بقى كلهم من قول جمال حشمة لغاية مش عارف مين أنا بقول لهؤلاء اتقوا الله لكنهم لا يعرفون الله ده خلاصة هذا البيان الراجل اسمه سامي كامل الدين بيقول هو ايه علاقة نواب الشعب بخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين اهو ايه علاقة نواب الشعب بخلافة البالك تبارد بخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين انتم اكتيار شعب واللقام جماعة الخلط بين الدعوة والسياسة سبب رئيس في ابتعاد الناس عن جماعة الإخوان حين تمارس السياسة وقربهم منها حين تمارس الدعوة والخير والله يا عم سامي هم لا بيعرفوا يمارسوا السياسة ولا بيعرفوا في الدعوة ولا بيعرفوا ربنا وانت عارف هذا الكلام وانت نحست الى الباطل انت عارف ان هم لا لهم في الدين ولا لهم في السياسة انت عارف ان الناس دي ناس مرتزقة يبحثون عن مصالح شخصية وما كان هذا الانفكاك أو التفكك أو التشرزم إلا جزء من تاريخ هما بينكروه أنا فاكر في الحلقات بتاعة أهل الشر على مدار سنتين 18 و 19 صاحب ريم من أول حسن البنة حسن البنة اللي هو النبي بتاعهم وأول خلاف بينه وبين السكاري أحمد السكاري اللي هو كان عضده وبعد شوية الخلاف مع الشباب اللي هم شباب محمد ليه؟ علشان موضوع أخلاقي لا أخلاقي داخل الجماعة وبعد شوية قتلوا السيد فايز سيد فايز ده كان تنظيم السري مين اللي قتله؟ عبد الرحمن السندي وبعد شوية جابوا القرضاء جابوا الهضيبي علشان يهد الجو بصفة وكذا طلع ما سؤوني وبعد شوية طلع سيد قطب عمل الكتاب بتاعه بتاع معالم في الطريق طلعوا له الهضيبي عمل كتاب دعاه لا قضاء في المسيرة دي من أول البنة لغاية الآن كم واحد تم تصفيته سياسيا تصفيته لخلافات سياسية باسم الدين من أول حرق القاهرة واغتيال الخزندار واغتيال نقرش باشا واغتيال أحمد مهر باشا واغتيال كل هؤلاء الشيخ الزهبي واغتيال حتى اغتيال السادات حتى الاغتيالات اللي بتتم على الأرض بسيرة كل هذا في رقبة مين يا جماعة الدم دا البنت اللي بتقولك أنا وكيلة الدم أنا ولي الدم يا بنت انت وأبوك وعيلتك وجماعتك وكل دول كل دول في رقابكم دماء كثير من الناس دا أضللتوا من الناس الناس انتوا أضللتوهم انتوا يوم القيامة ربنا هنتقم منكم عند الله تلتق الخصوم انتوا ممكن تتحكوا عن الناس باسم الدين لكن عند ربنا مفيش محامين ومفيش دغدغة مشاعر ومفيش كلام نوع نتحك فيه على بعض أنا أتصور انه هذا بيمثل نهاية لعصر ما تبقى من جماعة الإخوات